الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية للعالمين ثم أما بعد عزيزي الطالب سبق أن بينت لك أقسام التوحيد وحقيقته عند أهل السنة والجماعة وأنهم قسموه على ثلاثة أقسام أو على قسمين إثنين لا ثالثة لهما والسؤال ما العلة من هذا التقسيم وما هي أدلاتهم على هذا التقسيم أما أدلة أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة فإن أكثر ما عالج القرآن الكريم قضية التوحيد إذ إن آيات القرآن جميعها إن لم يكن إن لم نكن مبالغين قد اتجهت إلى إبراز توحيد الله عز وجل ونفي ما عداه من الشركاء ومن هنا كانت كل صور القرآن الكريم متضمنة أنواع التوحيد شاهدة به داعية إليه ومن هنا سنتجه حول هذه النقطة إلى ثلاثة إلى نقطتين أساسيتين البيان الأدلة من الكتاب والسنة على أقسام التوحيد النقطة الثانية بيان دليل الاستقراء على تقرير التوحيد بأقسامه الثلاثة إذن أهل السنة والجماعة عمدوا في إبراز تقسيمهم إلى هاتين النقطتين الأولى أنهم اعتمدوا على أدلة القرآنية والثانية اعتمدوا على أدلة الاستقراء أو دليل الاستقراء أما أدلة القرآن والسنة على أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة فإنها كثيرة منها دليل التوحيد إنما اهتم أولا بإبراز توحيد الله عز وجل بربوبيته الله رب خلق فسوى وقدر فهدى وجاءت آيات القرآن شاهدة على ذلك منها قوله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين كلمة رب العالمين إشارة إلى توحيد الربوبية وقال تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فهذه الآية كذلك تنص على توحيد الربوبية أيضا دليل التوحيد توحيد الألوهية قد جاء في كتاب الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين نعبد إياك يا الله أي نقصد إليك أنت فأنت الواحد المعبود وأنت الواحد المستعان به ولا يستعان بغيره وقال تبارك وتعالى أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فالله تبارك وتعالى أمرنا بعبادته يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي الله الواحد الأحد توحيد الربوهية ودليل توحيد الأسماء والصفات يقول فيه ربك تبارك وتعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الله هو المالك الرحمن والرحيم مالك كلها صفات وكلها أسماء ولله أسماء الحسنى فادعوه بها الله تبارك وتعالى قد بيّن أن له أسماء حسنى وصفات على وعلى العباد أن يؤمنوا بها جميعا تلك أدلة القرآن على توحيد الربوهية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات فما هو دليل الاستقراء المقصود بالاستقراء أولا هو أن يستقرأ العبد أو أن ينظر العبد إلى ما في الكون ويقرأ الكون بعقله وعينه ولينظر كلها بلا استثناء تدله على الله الواحد الأحد فدليل الاستقراء على توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات بارز واضح في الكون كله وقد أمرنا الله تبارك وتعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور الله أمرنا بالنظر قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير الله تبارك وتعالى أشار انظروا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون الإيمان دافع إلى النظر والاستقراء أي تتبع الجزئيات للوصول إلى الكليات هكذا كان منهج المناطق وقد استفاد منه أهل السنة دل استقراء العلماء لكتاب الله تبارك وتعالى ونقول لكتاب الله والكتاب نوعان كتاب مقروء وهو القرآن وكتاب مرئي وهو الكون وكلاغما يدل على الله الواحد الأحد وأكد دليل الاستقراء في الكتاب الكريم على أن الله تبارك وتعالى قد أخبرنا بتوحيد الألهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبي فالله إما أن يكون قد أخبر الأمة أخبر المسلم عن الله وأسماءه وصفاته وأفعاله هو التوحيد العلمي الخبري وإما أن يكون قد دعاه إلى عبادته وحدة والدعوة إلى عبادته هي توحيد الألهية لا شريك له خلع الله عز وجل كل ما يعبد من دونه أي أفسده وأبطله وأنه لا يصلح يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب الله تبارك وتعالى أخبر أن كل ما عداه لا يصلح العبادة فهو التوحيد الإرادي الطلبي وإما أن يكون الله قد أمر ونهى وألزم بطاعته في نهي وأمره فهو فهذه كلها حقوق التوحيد ومكملاته وإما أن يكون قد أخبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخر كل تلك الاتجاهات القرآنية من الإخبار والأمر والنهي وإبراز أن الله متحقق العبودية كل ذلك قد أنبأنا به دليل الاستقراء وبهذا جاء أهل السنة فأكدوا على أن القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم وكل ذلك دلالة على عظمة هذا القرآن وأنه لا اعتقاد إلا بدليل والدليل قد اجتمل عليه القرآن ترجمة نانسي قنقر